السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تايك برو في فيديو جديد هذا الفيديو هذا فهو بخصوص منصة توجيه .ما فبزاف ديال تلاميذ بدو تتساءلوا على هذا المنصة تلاميذ بدو تتساءلوا تشبيه ترشيحهم ويشوفوا فيش تقبلوا فبالنسبة الموقع ديال توجيه .ما كما تشوفوا هذا ره مخدمش مازال ما تلقوش حيث مع طلين ما زال مع طلين ما زال تدخلو في الانفورماتيون ولذلك تلاميذ اللي تسولوا عليه ره مخدمش لي اولادي ره مخدمش للجميع باش تلاميذ بلا ما يقو أنهم يصدعوا راسهم بالنسبة الى رجعنا البلغ الاخباري ديال وزارة تربية كما تشوفوا معنا دول بلغ الاخباري اللي كان نخرج على هذا المنصة وهنا كما تشوفوا ره كنين ثلاثة ديال المراحل بالنسبة المرحلة الاولى كان ديال فتح المنصة كان من 25 يونيو و 28 يوليوز وبالنسبة الربعة غوش كان دول تاريخ ديال انهم يخبرون المترشيحين بمقترحات القبول المقدمة من طرف المنصة عبر الفضاء الخاص بكل مترشيح وكذلك هذا هو التاريخ فتح يبدو المترشيحين باش انهم يجاوبوا على المقترحات ديال القبول وبالنسبة التاريخ باش انكم تديروا الايجابة على هاد المقترحات راه من ربعة غوش 33 غوش يعني راه كين واحدة المدة شوية كبيرة لذلك تلاميذ وخما خدمت لك اليوم خمسة او لغدسة فراه ما زال كين الوقت وهذه بالنسبة راه للمرحلة الاولى كما قلت لكم ومن جوج حتى الربعة عشو تنبير غيخصكم انكم ديروا تسجيل نهائي بالنسبة لهات التلاميذ اللي مقبولين اللي ديروا الايجابة وانهم تقبلوا من البعض تتجيل المرحلة التانية اللي غتبدأ النهار سبعة عشو تنبير ديال انهم غيعودوا انهم يخبرون المترشيحين بمقترحات القبول الجديدة المقدمة من طرف المنصة وبالنسبة التاريخ باش ان المترشيحين يجاوبوا على هذه المقترحات غتبدأ من نهار سبعة كذلك وغتتسمر للغاية 13 شو تنبير بالنسبة لهاتي لا تكونش كبيرة بحل هذه اللولة هذي اللي كانت كذلك من بعد هالتلاميذ اللي غيجاوبوا على هذه المقترحات هذو غيخصوم انهم يديروا تسجيل نهائي من نهار 14 حتى ال 16 شو تنبير ومن بعد او ثاني تتجيل المرحلة التالية هي المرحلة التكميلية بالنسبة لهذه المرحلة هذي سيبدأ من نهار 18 شو تنبير سيخبرون المترشيحين بمقترحات القبول الجديدة وكذلك المترشيحين سيخصوم انهم يديروا اجابة على هذه المقترحات من نهار 18 حتى ال 27 شو تنبير وبالنسبة التسجيل النهائي سيكون من 28 حتى ال 30 شو تنبير اذا كما قلت لكم هذو ما المراحل اللي كاينين بالنسبة للطريقة كيفاش انكم تديروا الإجابة على هذه المقترحات هذو فمن بعد ما غددخلوا المقعد ديالكم وغددخلوا الكمترسوني لديكم غيطلع لكم على هذي الشكل هذا غتمشيوا لهذا بروبوزيسون دادميسيون من اللي غتوركو على هذي بروبوزيسون دادميسيون غديتلقى ان السي تقترح عليك واحد الاختيارات إلي لقيتهم فاعرف ان هذوك الاختيارات هما اللي جيتي فيهم في اللائحة الرئيسية في هذي المرحلة الأولى يعني هما اللي تقبلتي فيهم دابة في هذي المرحلة الأولى كما قلت لكم مثلا إلي لقيت الفيستي او لشي حاجة تدخل لها تتكليك عليها من بعد ما تتكليك عليها عودة ان يتطلعوا لك 1 ربع ديال الاختيارات باش انك تدير الإجابة على هذي المقترح بالنسبة لأختيار الأولى سأقوم بتجنفى كما قلت لكم في دكلاداتات ليكينة وبالنسبة للأختيار الثاني سأقوم بتجنفى كما قلت لكم في دكلاداة كنا ولكن ما زال ستسنى إلا تقبلت في محسن مثلا كتباغ شي حاجة أخرى فغتقول لهم أنك ما زال ستسنى المرحلة الثانية إلا تقبلت في ذلك الشيء الذي أريد و أما بالنسبة للاختيار الثالث فهو جغوفيس لادميسيون إجابة دون كمبليتما لادميسيون هذا إلا درتي فتعني أنك صافرك ما بقيتش أنت تغسسنتي بهذا السيد توجي.ما يعني هذا المدارس هذا ما بقيتش متنبيهم مثلا إلا تقبلت في البريبا أو للميديسين أو لغدير شي حاجة أخرى تدّي لهم هذا الاختيار هذا باش أنك تخرج من هذا التباري هذا وبالنسبة للحالة الرابعة هي أنك إلا دخلت لهذه المرحلة الثانية و ملقيت شي حاجة مع تشي اختيارات يعني أنك ما تقبلت في شي لائحة في هذه المرحلة الأولى وهذا شي ما تيعنيش أنك ركس صافرك ما غدتقبلش أول شي حاجة لا غدتسنى المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة لأنه كما قلت لكم كانين ثلاثة ديال المراحل بالنسبة لما لقيت يواله في هذه المرحلة الأولى ستصنى المرحلة الثانية كذلك ستدخل بروبوزيسون دادميسيون و نفس الحاجة كذلك إلى لقيت الاختيارات التي تقبلت فيهم في اللائحة الرئيسية أو ثاني تتوارك عليهم وتعطوك هذه الثلاثة ديال الاختيارات و كذلك لما لقيت يواله ستصنى ثاني المرحلة الثالثة و نفس الحاجة تبقى تعاود و إن شاء الله رامني ستحل الموقع سأشرح لكم إن شاء الله هذا شيء مازال بلاي ديال نتمنى أن الفيديو أنه يكون أعجبكم و أنكم تكونوا سافتون منه و إذا كنت أول خطرات تتابع القناة اليوسف ديكبرو و ما زال ما مشاركت فأنا تندعوك أنك تشارك في القناة كذلك تفعل زين للشيرك بشيء لتوصل بجديد الفيديوات و كما قلت لكم بالنسبة للموقع رامني زال ما خدمش هذا رامو مجرد سكرين قديم بشأنه تلاميذ ما يبقى وشأنهم يقولون الله را خدام را ما زال ما خدام لتشي واحد و إن شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد مني غير يخدم الموقع و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته